موسيقى لا يزال ملف الكيماوي في سوريا يراوح مكانه بعد اختلاف المواقف الدولية بشأن خيارات تدمير هذا النوع من السلاح والتي انتهت بإعلان منظمة حضر الأسلحة الكيماوية بأن العملية ستجرى في البحر على متن سفينة أمريكية باستخدام تقنية التحليل المائي سفينة كيبراي المتخصصة مزودة اليوم بنظام تم تطويره حديثا وصممته وزارة الدفاع الأمريكية لتحييد العناصر المستخدمة في الأسلحة الكيماوية بسوريا وذلك بعد إجرائها تعديلات لدعم العمليات واستعاب أنشطة التحقق من قبل منظمة حضر الأسلحة ووفق ما صرح به مديرها العام فإن المنظمة تلقت حتى اليوم 35 طلبا من شركات تجارية بشأن معالجة المخزون السوري من المواد الكيماوية الأخرى من بينها الصناعية لافتا إلى أن هذه الطلبات يجري تقييمها وأن هذا العدد قد يتغير خلال عملية المناقصة طاقم الفرقاطة هلقه إنقستاد النرويجية هو الآخر سيتوجه إلى سوريا خلال الأسبوع المقبل في إطار برنامج الأمم المتحدة للتخلص من هذا السلاح الذي يمتلكه النظام وذلك لتوفير الحماية العسكرية للناقلات البحرية التي ستحمل المواد الكيماوية لخارج البلاد ليتم نقلها بعد ذلك إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث سيتم تحييدها والتخلص منها حسب ما صرح به متحدث باسم القوات المسلحة النرويجية بنت إيفان بيراه لصحيفة فيغاه اليومية النرويجية وكان طاقم الفرقاط الذي تلقى الأوامر الخاصة بالمهمة من وزارة الدفاع الجمعة الماضي قد بدأ في الاستعداد للقيام بهذه المهمة بعد منتصف شهر تشرين الثاني عندما تعهدت الحكومة بتقديم الدعم اللازم لمساندة قرار مجلس الأمن الدولي بشان التخلص من كيماو النظام لما يعادل تسعين مليون كرونان رويجية مما يضع الولايات المتحدة أمام تحدي كبير اليوم لإبطال أكثر من ألف طن من المواد السامة نهاية شهر الجاري كانون الأول موعدا نهائيا لإزالة هذه المواد من سوريا موسيقى موسيقى موسيقى